يعد قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في التشريع البحريني وتجسيدا للمكانة الرفيعة التي تمثلها البحرين دوليا وما تتمتع به من تحضر قانوني واجتماعي وفي هذا الإطار يتم التوسع في تطبيق قانون القانون هذا القانون خاصة فيما يتعلق بمجال خدمة المجتمع يمثل قانون العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية في التشريع الجنائي وحلقة إضافية تعزز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان حيث يحقق القانون الغاية القانونية والمجتمعية المطلوبة ولذلك فإن المضي قدما في تنفيذه والتوسع في تطبيقه يعد إنجازا وطنيا مهما وفي إطار تطبيق القانون بلغ عدد المحكوم عليهم المستفيدين حتى اليوم 2699 محكوما من الرجال والنساء منذ البدء بتنفيذ القانون في 16 مايو 2018 ويأكس هذا القانون نهج بملكة البحرين المتسامح المواكب لقوانين الدولة المدنية الحديثة والتي تنص على مبدأ العدل والمساوة وباعتبار المحكوم هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وبناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية متابعة سعادة رئيسة من العام وتماشيا مع حقوق الإنسان قمنا في إدارة الوقاية من الجريمة بإنشاء برنامجين خاصين بالعقوبة البديلة تحت بند برامج التأهيل والتدريب البرنامج الأول هو تأهيل محكومين ودماجهم في المجتمع والذي باختصار نسميه برنامج تمام البرنامج الثاني هو برنامج سائع عمال المنفع العامة والذي باختصار نسميه برنامج سامع ويهدفون برنامجين إلى تأهيل المحكومين وتقويم سلوكهم وإعادتهم في المجتمع حيث أن يكونون أعضاء فعالين ومؤثرين في المجتمع وأيضا هناك مؤشرات قياس أداء طبقناها على البرامج وأثبتت أن العقوبات البديلة سوهمت في تقليل نسبة الجريمة بشكل عام وأيضا سوهمت في تقليل نسبة العودة للجريمة بشكل خاص إن تبني أفضل الممارسات الحديثة في العقوبات البديلة من شأنه تعزيز أهداف العقوبة بمفهومها الشامل باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة الجنائية وجاء قانون العقوبات البديلة ليؤكد مدى تحضر التشريع البحريني فضلا عن كونه نموذجا لتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحا ملموسا